اشتركوا في القناة فاطمة بتسمت ومشيت معا وهي بتسأله على الفيلم ايه زين كان قاعد في حضنه فاطمة والنحية التانية يا روايدة ورحيم كان قاعد وفي حضنه شهد والنحية التانية يا ماريم فاطمة بصت لهم بحبه ودمه فاطمة قالت بقى بقى عطشان هروح اجيب معي ماريم قالت هروح اجيبلك انا يا حبيبتي لا يا اما ما تتعبش نفسك اجيبلك حاجة معاي وانا جايا يا روايدة لا وانت ازفت رحيم بصت لها بترفعين ورمى عليها المخدة ووري من اهني يا بيت فاطمة ضحكت وهي نازلة فايروس كانت حط الطبق كنافة قدام دياب وسندت عالطربزة قدامه مرأة عمي جالت لي انك بتحب الحلويات انا بحب حاشتيه انتي والحلويات طب كله جل رأيك بجا طب انزل شوية واجلك ايه رأيي فايروس ضحكت وميلت عليه دياب ميل عليها وبس خدها فايروس ضحكت بنعومة بقولك ايه ما تيجي نطلع فوجه هقولك رأيي بالتفصيل دياب فاطمة دياب بص وراكنة فاطمة واقفة على الباب بخجل وبتفرج في ايديها اه انا اصفى ما كنتش عارف انكم هنا تعالي تعالي يا فاطمة في حاجة انا كنت جاي اخد ميا طب ومالك خايفة ليه ما تعالي فاطمة دخلت وفتحت التلاجة تاخد ميا فاطمة قالت الله الكنافة دي بتاعت مين انا عاملها لدياب تيجي حط لك طبق اها خلي ماما تعملي بكرة واحدة وانا جاعدة مع بابا اسمع فيلم انا لازم اطلع دلوقت استني فايروس مالت طبقه كبير وديته لفاطمة خديه معاك عم زين بيحب الكنافة جوي فاطمة هزت راسها والدموع في عينها ومشيت وقبل ما توصل للباب لفت فايروس انا اسفى ولا يهمك فاطمة مشيت ودياب قال اتغيرت ايوه جوي دياب شدها تهود على رجل تعال اقول لك رأيه باجه تاني يوم كان بيت العيلة كله شغال نظافة وترتيب وزينة بسبب قدوم شهر رمضان المبارك دياب كان واقف على السلم الخشب وبيركب الزينة دياب قال متأكد انك جفلت المحول يا زفت يحيى كان بيبص للتليفون ايوه يا باشا كله تمام والله انا مش متضمن لك بس ماشي دياب اول ما مسك سلك الزينة عشان يركبه اتكهرب وبعد عنه ايده دياب نزل بغضب ليحيى ده انا هطلعين اهلك النهار ده يحيى جري من دياب دياب قال ياد لو راجل وقف وما تجريش زي النسوات يحيى استخبف خديجة الحاجين يا ست الكل ابنك عايز يكلني خديجة قالت دياب مالك بخوك ياد ابن اللزينة ده بقول لنزل السكينة بتاعت العداد جاعد يلعب كنت هتكهرب خديجة مسكت ودني يحيى لما خوك يقول لك كلمة تسمعها ماشي اوه حاضر يا ست الكل وانت خد دوله جشرهم انت وابوك دياب بصلها بصدمة بجانا دياب كبير الصعيدة جشر توم وحازم سليمان يجشر معاي يا بوي ليه يا اخوي نازل بريش وبعدين ما فيش حد فاضي يلا حاضر يا ست الكل تحب اروح اتبخ لك خديجة كانت بتجهز السفرة في اول ايام رمضان واتكلمت وقالت اجده كلها تمام بس دياب فين المغرب بيقزن الكل كان متجمع وردت عليها فيروز بره عندي مكالمة مهمة خديجة بلها فقالت اطلع يا بتي ادي كوباية العصير دي من الصبح في الشغل وعنيه طالع هيتأخر على الفطور تحاضر يا مرت عمي فيروز خدت الكوباية وطلعت كان دياب بيتكلم في التليفون وساند على الشجرة اللي كانت بعيد شوية عن باب القصر دياب نها المكالمة ولف لقى فيروز وقفة الفطار دياب بصي منه شمال يتأكد من خلوه المكان فجأة سحف فيروز ورا الشجرة الكبيرة في ايه؟ عايز افطر فيروز رفعت الكوباية ببراءة ايه العصيرة هو؟ شربين انت فيروز رفعت الكوباية وهو وفضل يشرب منها وعيونه عليها فيروز نزلت الكوباية قال فيهنة دياب قرب منها وقال الهنة كله هنا الكل كان متجمع على السفرة اللي مليانة من خيرات الله دياب كان عمالية حطة اكله قدام فيروز فيروز بهمس قالت له دياب كفاية مش جادرة دياب ميل عليها وقال لها بهمس فين اللي اكلتيه؟ طبق كله جاعد مليها رحيم كان ماسك الكوباية وبيشرب شاهد شاهد بالراحة ما تشربش مياه كتير عشان البيبي طب انا عدشانة جاوي لو الصيام هيتعبك ما تصومش تاني مهو زينب ورويدة ومرات دياب وماما صايمين خلاص ماشي يا ستي بس ما تشربش مياه كتير كلي باجه حازم قاله عملت الصنار اه يا عمي ولد الحمد لله الف مبروك يونس ويحيا ودياب والكل باركوله والكل كمل اكله واستلمة العيلة يوسف كان حضن فاطمة وهي واقفة في المطبخ فاضل جد ايه ويأزن دي جيكتين يا لهوي ما عملتش الصلطة لسه يو مش عارفة رفضت عزومة عمي حازم ليه ما ينفعش نسايبوا بيتنا اول يوم رمضان لينا سوا طب كنا جبنا وكلي جاهز انا عايز اكل من الادين الحلوين دول حالة احلى فطار وانا هروح اجهز الصفرة في الجينينة لليان كانت بتحط اخر طبق على الترابيزة اللي على سطح البيت اللي كانوا مزينينه بالانوار بتاعت رمضان وكان شاكله جميل لليان قالت بجد ما كنتش عارف ان زوجك حلو جوي كده عجبتك الزينة جوي ورينا بجا عملالنا ايه اول يوم رمضان زي اي بيت مصري محشي حازم كان راجع بالعيلة من صلاة الترويح يحيى قال اه بجلك يا بوي ما بلاش تصلي بينا الترويح بتلت اجزاء يعني كفاية جزء الفتحة والاخلاص داي باجيت الناس حازم بصطله بترفعينه بس يا زفت يحيى رفع ايده باستسلام وهو بيدحك احنا اسفين يا حج حازم طلع فلوس من جيبه خد هاتل امك حاجات من السوبر ماركت ويشوف اعمامك لو حد هيجيب لمراطة حاجة واخواتك يحيى بغمزة قال الله يسهله يا ست الكل حازم قال غور من اهنيه يا زفت دي ابدى حكو قال الصراحة هو مستفز اعملت ايه مع المشكلة اللي جات في القادة بتعطى الصبح شفت يا بوي الارض اللي غرجوها ولاد حسنين لولد جابر بيتطلع كان في السنة وبعد ما تأكدت انهم مش جزدين خليتهم يطفع نص المبلغ والنص التاني يشيل ولد جابر ربنا يبارك فيك يا ولدي سليم قال بقول لك يا حازم كنت ناوي افتح مصنع اسمنت في القاهرة في حتة ارض كده ارض في الصحراء يعني اهو نستفيد منيها دياب قال كويس يا عمي وانا عندي مصنع حديد هناك ممكن نعمل تعاقد مع بعضينا وانبيع الطلبية كاملة حازم قال توكلوا على الله فيروز قالت دياب كفاية اكلت كلها دياب كان قادة على التربيزة الصغيرة في المطبق وبياكل من الكنافة معروفة يعني انا الوحدة لي صينية ويلا هاتي طبك تاني فيروز بصدمة طبك تاني ايوه لا بجد كده كتير يا دياب واكل الحلويات كتير غلط على فكرة يلا شيل معايا نطلعوهم بره فيروز ودياب طلعوا بقيت الاطباق بره والكل كان متجمع كانوا بيتكلموا سوا فيروز حطت الاطباق يونس لسه هيمدي ايده وياكل حازم بحدة قال يونس يونس قاله حتة صغيرة يا حج والله مش هكتر هو انا عبيض اياك حرام عليك يا فيروز يعني كنافة وبسبوسة وكيكة بالشوكولاتة فيروز رفعت عينيها لدياب اللي قاعد جنبها ليه هو ماله دياب قال لها عنديه السكر يا ستي وراسة من جدي حازم تنهد وقال اشرب العلاج وكله ما تكترش فاهم حاضر يا حج والله خديجة طلعت من المطبخ بصينية فيها كوباية لبن دياب خدي وديل اخوك يحيا فوق دياب أخد منها الصينية عنه كست الكل فوق كان يحيا نايمة على السرير بتعب حسب حركة نعمة على وشه فتحها ينيو كانت زينب جنبه مالك تعبان ايه اللي تعبك ما دي تتعباني شوية الباب خفت يحيا نمت لا تعال يا دياب دياب دخل وحطي الكوباية على كومدينو وقاعد جنبه على السرير هاشرب دي يومي بعتها لك يحيا هزد راسه بتعب لسه بتتعبك برضو طب تحب الروح عند دكتور لا انا هاشرب كوباية اللبن دي وهبقى تمام دياب حطي ايدو على راسي يحيا مش سخن يعني لا يا مفهاش سخونة ولا حاجة زي كل رمضان المعدة بتتعبني شوية بس لسه الالتهاب فيها اه والله العلاج مش مقسر فيه بكرة هاختك والروح عند دكتور كويس ان شاء الله يا دياب فيروس كانت قاعدة في حضن دياب على السرير وبتتكلم في التليفون اخبارك هي اللي ليها على الجهة التانية الحمد لله بخير انت اخبارك ايه واخبار ماما وبابا ودياب الحمد لله احنا كويسين انت بتعمل ايه بخس الموعين وما ادراكي بموعين اول يوم رمضان خلاص يا ستي هسيبك مع موعينك ماشي سلام دياب معك رقم فاطمة عايز اكلمها لا بس معي رقم يوسف فيروس اضطلت له التليفون بحماس ماشي رنيلي عليها دياب اخد التليفون ورن عليه الو اיזהك يا يوسف بخير الحمد لله يا ربي دايما اهم اهب اهب ايه ادي التليفون لفاطمة عشان فاروس عايز اتكلمها ماشي ديجيج دياب قدت تليفون لفيروز اللي رجعت قعدت في حضنه تاني وهو زح شعرها على جنبه وهو حضنها بيده التانية فيروز كانت متوترة ومش عارفة هتتكلم مع فاطمة في ايه لحد ما جالها صدفات مالهادي ألو كل سنة وانت طيبة وانت طيبة عاملة ايه فاطمة حست بيها انها مش عارفة تتكلم ولا تقول ايه فحبت تفتح حوار فيروز هو انت كنت عاملة سنية الكنافة ازاي بصراحة طعمها كان حلو جاوي ويوسف بيحب الكنافة وكت عايز اعمل لها واحدة زيها فيروز اتحمست وبدأ اتكلام معها وفضلوا يتكلموا مع بعض ويدوا وصفات وحاجات يتكلموا حوالي ساعة لحد ما التليفون فصل لوحده فيروز قدت التليفون لدياب وقالت بحماس كل يوم هاخد منيك التليفون واكلم فاطمة دياب امن مكانه رايح فيه هروح اتضمن عليح يا ستي عشان عطف الاكل جامد ويونس كمان لا يكونوا السكر علي عليه ولا حاجة ماشي بس ما تتأخرش دياب طلعت تمن علي يونس ورح قدت يحيا ودخل بعد ما خبطه وازنوله بالدخول كان يحيا نايمة على السرير ماسك بطنه وباين عليه التعب قوي انت كويس اه اه ما تخافش الزينب كانت وقفة وباين عليها القلع لا هو مش كويس وكل شوية خش الحمام يستفرق جوم جوم هروح عند الدكتور دلوقتي يلا ما فيش داعي انا كويس والله دياب بس ناحية زينب سعديه غير هدومة لحد ما صح يونس ما تخليش ابوه يا امي يحس بحاجة يا دياب وخصوصا امي عشان تقول تتعيد ماشي ما تخافش